مرحبا بكم روز بطريقة ياسر و خفيفة و صحية نجمة اخذت جج في طرفين نحيط الزايد و من بعد نقصهم مكعبات صغيرة كبيرة شرائح بالطول كما تشتهي اقوم بخير اقوم بخير الاستخدام الاستخدام اضافة الاستخدام اضافة اضافة زيت زيتونة نضيف العزة نضيف الزيت و الزيتونة يضيف الزيت لنكهة اللبنينة يضيف العزة تحميرها حمرتها على جنب لنضيفتها ماء وملح وضعها في ماء وملح وضعها الخضراء جنارية سفنارية قصيتها بالطول لنقصها مكعبات سهل سوف نضيفتها ونضيفتها تقصها وضع الجلبان يصير حضرها وضعها في ماء تساعدة العدس يتبقى في ماء يتبقى في ماء ونضيفتها ونضيفتها خلط روز بسمتي و اخسلت حملية 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 حتى يتنحى 3-4 مره تقريبه صفيته نضيف خلط رشي الملح و رشا ملح و رشا فلفل اكسح خلط رشا ملح و رشا ملح و رشا ملح و رشا فلفل اكسح و أخذ جلبين و ننقص فوق القنارية و سفنرية اضع نجلة لبيا اضع نجلة لبيا اضع خضرة اضع نجلة لبيا قصيت السفينيري كما ترى و مكعبات صغيرة و نقصت في القهاز و خليتهم يتقليوا شوية بشيكس بالمطعم و نكهة من طعب الزبدة و القصيدة القنارية لم تكن طيبة الزبدة اكثر من نص طيب قصيت الشراء بطول و لا مكعبات كما تحبوها و من بعد الروز اللي خسلته برشة مرات و استقطرته و نصبته و فوق الخضرة الروز لا صفره و البخاري يأخذ اكثر وقت من البسمتي و يأخذ اكثر ماء نجم حتى تعمل الروز لا بيض اما الروز اللي بسمتي في تونس قبل كالباكو الأخضر كنت ناخذ و يتكسر و يعجن في ساعة قصيت ملح و قصيت ملح و قصيت زبدة فوق مكاكب قصيت ملح و قصيت ملح و تحبوها و تحبوها و تحبوه و تحبوه و تحبوه و تحبوه و ارمي كما قلتنا قصيت ملح و قصيت ملح و اصفر الروز لنوم التكسر و اصفر الروز اصفر كل مرة كيفين و كيف نملك جوي السفنية المدورة بالتابع والغنارية كما كتابع على الغنارية المخططة لا تضع عدسه الحساب أضعنا فكرة يغطيت عليها و تماما على نار و غطيته تلتقى و تحديده حيث نظيفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة